بايدن يصرح نعمل على احتواء التصعيد في شرق الأوسط بماذا يشي هذا التصريح؟ هل يعقل أن يتحرك نتنياهو شملا بهذه الجرأة دون الضوء أخضر أمريكي دكتور سمير؟ أولا سيدتي تحية لكم ولجمهوركم الكريم والزميل السيد اللقاء أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية موافقة على ما تكون به إسرائيل وهي موافقة على أن يتم ذلك بأقل التكاليف وبدون أن تتورط إسرائيل بعملية احتلال للأرض وأن تتورط بشكل يؤدي إلى دخول إيران على الخط بدون دخول إيران في اعتقاد يد إسرائيل مطلقة فيما تفعل باستثناء وفي ذات الوقت الدبلوماسيون يصلون الآن تباعا إلى بيروت إذن الهدف الرئيسي هو أبعد من 1701 هو أبعد من الليطاني لأنه مع وجود الصواريخ الدقيقة الحديثة والباليستية التي تمكنت إيران من إيصالها إلى لبنان بل وإنتاج بعضها في بعض المناطق السورية وفي لبنان جعل أنه أمام إسرائيل قضية رئيسية في الماضي أنا تحدثت سابقا على قناتكم المرموقة فيما يتعلق بقضية أن إسرائيل بعد السابع من أكتوبر انكسر تسيقتها وقبولها بتعهدات إيرانية بضبط الصراع في الإقليم ضمن الحدود المناوشات وبالتالي بعد السابع من أكتوبر والخطر الذي عانت منه بسبب ما جرى في غزة في لقظة معينة هي لم تعد تقبل من حيث المبدأ وجود القدرات العسكرية الصاروخية الجدية وهي أقصد بالجدية أقصد الصواريخ الباليستية والدقيقة لحزب الله سوى ذلك لا يهمها إسرائيل حزب الله ووضعه والولايات المتحدة الأمريكية ليست في تعارض في هذا السياق اشتركوا في القناة